النادي الآلي أعلن عن إصابة موسيماني المدير الفني الآلي بفيروس كورونا هيخضع موسيماني طبعا للعزل الصحي البروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا طبعا بنقوله ألف سلامة على موسيماني وإن شاء الله بإذن الله يرجع في أسرع وقت ويعود تاني لقيادة المارد الأحمر طبعا موسيماني كده هيغيب عن إدارة النادي الآلي في مباراة المحلة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة وكمان عن إدارة مباراة البطولة الأفريقية سونديب في النيجر وحتولى أكيد كيفين جونسون ومعاه كمان كيفين جونسون أكيد هيكون موجود معاه بصفة أساسية طبعا كابتن سامي أمصان اللي هيقوم إن شاء الله بدور أكثر من رائع هناك نتمنى كل الشفاء طبعا لموسيماني نتمنى كمان لفرقتنا النادي الأهلي مواصلة طبعا انتصارات الدوري بإذن الله مباراة يوم الجمعة أمام غاز المحلة وكمان على المستوى الأفريقي أول خطوة إلى العشرة دايما دايما بعد ما خلصنا التسعة دايما بنقول العشرة أهلي دي إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثة حيكون دي أول خطوة للحصول على النجمة العشرة إن شاء الله إن شاء الله والحفاظ على هذا اللقب الأفريقي المهم والغالي وطبعا النهاردة الخبر ده يمكن خض الناس يعني خضهم فأحزنهم وصابت موسيماني طبعا بكورونا ربنا يشفيش في كل مريض إحنا لسه بنكمل مع حضركم أخبار النادي الأهلي النهاردة الجهاز الفني للأهلي كان حريص جدا أن يجري تأسيمة قوية جدا بكورة على هامش الميران اللي كان على ملعب مختار التيتش النهاردة في الجزيرة زي ما حضركم شايفين في الصورة نهاردة الجهاز الفني بيجري يعني هدية تأسيمة وبكامل مساحة الملعب النهاردة ترايماتش في إطار تحفيز أو تجهيز اللعيبة كمان بالشكل المناسب علشان مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد بكرة إن شاء الله يوم الجمعة النهاردة عمر السلية وأكرم توفي اتعرضوا الكدمة يعني خفيفة لحد ما خلال كورة مشتركة ما بينهم والجهاز الطبي على الفور قام علشان يطمن طبعا على اللعيبة واستكملوا بعدها التمرينة بعد كده طبعا بصورة طبيعية جدا النهاردة كمان اللعيبة كلها والجهاز الفني والطبي والإداري النهاردة كانوا بيجروا اللي هو الرابيت تيست في إطار الإجراءات الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباراة الدوري كالعادة طبيعي وصورة كمان جميلة متابعة الكابتن محمود الخطيب ميمن مساند الفرقة بشكل أكثر من رائع حتى يعني على المستوى على المستوى الأفريق على مستوى الدوري كمان شوفنا في يمكن اللقطة اللي فاتت وجوده في الملعب بيساند فرقته بشكل كبير جدا وتمين طبعا التوفيق للنادي الآلي أمام غاز المحل نروح بقى لمهاجم طبعا المهاجم النادي الآلي مروان محسن اللي بيغيب عن الفريق في افتتحات الدوري أمام مصر المقصة كان عنده مشكلة في الرجبة النهاردة بيستكمل مروان برنامج العلاج الطبيعي اللي بيغضع له يمكن خاد مروان فقرات تأهلية في الجيم قبل المباراة في إدار تجهيزه للعودة إن شاء الله للتدريبات الجماعية خلال الأيام اللي جاي بنوء ألف سلامة لمروان وإن شاء الله بإذن الله تعود سريعا لفريق النادي الآلي بإذن الله طيب إحنا علشان في النادي الآلي دايما وأي وسيلة وأي يعني إجراء بيوفر سبل الراحة والاستقرار للعيبة فدايما الأهلي ومجلس إدارة النادي الآلي سباق بالقيام بهذه الخطوة فالنهاردة عن آخر استعدادات النادي لمباراة طبعا الموسم الجديد بنتكلم من دوري أبطال أفريقيا ومباراة الدوري الـ 32 ورحلة البحث عن الأميرة الأفريقية زي ما كنا بنقول دلوقتي مرة عشرة أو لقب العاشر فالنهاردة عايزين نتكلم عن نقطة إيجابية جدا يمكن كان بيكلم فيها حتى مباراة شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الآلي وهي طبعا القرارات الخاصة قرارات مجلس إدارة النادي الآلي الخاصة بتخصيص طائرة لسفر الفريق للناجر طبعا دي بتأكد زي ما قلنا نقطة مهمة جدا تهيئة كل الأجواء المستقرة للعيبة توفير كل سبل الراحة للفريق في مستهل مشواره للدفاع عن هذا اللقب وحرصا طبعا على سلامة جميع أعضاء البعثة وإحنا بنتكلم النهاردة في ظل جائحة كورونا فلازم يكون فيه محاذير من نوع خاص وده لمجلس إدارة النادي الآلي كان حريص على توفيره بشكل كبير جدا من وقت حتى اكتياح الفيروس آه حتى يعني قبل كمان الفيروس النادي الآلي ومجلس إدارة بصراحة بيقوم بمجهود أكتر من رؤية لو بنتكلم على مسماني وتحضيراته الفنية لكن كمان مجلس إدارة النادي الآلي وكابتن سيد عبد العفيز التحضيرات الإدارية بيكون لها دور مهم جدا وحرص كابتن محمود الخطيب على السفر يمكن بطائرة خاصة رغم فيه وجود خطوط طيران لكن حفاظا على صحة اللاعبين دين مر واحد الجزء التاني كمان على راحة اللاعبين من المجهود الشراقين تعرفين السفريات لأفراقيا بتاخد أوقات طويلة جدا لو رحنا بخطوط طيران عادي لكن كمان على الفور بدأ محمد الدماطي اتصالاته بالكابتن سيد عبد الحفيز علشان كمان ينفذ التنصيق معه لسفر البعثة بيتطمن على كل الترتبات الخاصة بموضوع السفر والإقامة توفير كل سبل للراحة للجميع بعد ما قرر طبعا مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بتكليف محمد الدماطي عض مجلس الإدارة برئاسة البعثة هناك في إن شاء الله في النايجر على أساس إن شاء الله يكون إن شاء الله بإذن الله بعثة سافر إن شاء الله أولا في صحة كاملة إن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيه أي إصابات على الجزء الآخر والجزء الفاني زي ما تكلمنا إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يعود بمكسب ويكون أول خطوة بإذن الله للنجمة العشر بإذن الله يا رب بإذن الله طبعا زي ما كنا بنقول دلوقتي أنه فيه إجراءات خاصة وحاسمة جدا في موضوع البروتوكول يبتكلم على البروتوكول الصحي وبالنسبة للعبين لا الخاصة به طبعا الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا خاصة وإحنا بنتكلم عن المباريات الخارجية فإحنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن أجواء مباريات بها بدون 32 من دوري الأبطال النهاردة يمكن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كان حريص جدا أنه اللعيبة والجهاز الفني وكل أفراد البعثة تطعم طبعا إحنا المفروض يعني البعثة بتاعتنا هتسافر للنيجر يعني يوم لحد تقريبا والجهاز الطبي بيشرف على التطعمات الوقائية ديت اللي طبعا بيقوم بيها وفد من وزارة الصحة زي ما حضركم وهم شايفين بدر بنون الإجراءات الاحترازية زي ما بنقول متبعة خاصة في المباريات الخارجية بشكل كابتن هاني يعني خلينا نقول للناس التطعمات ديت من دي تطعمات طبعا دي خارج بروتوكول كورونا دي تطعمات على طبعا بعض الأمراض المتواجدة هناك في أفريقيا بشكل كبير وإحنا كنا لعيبة كنا بناخد الكلام ده الملاريا وبناخد الحمى الصفرة والحاجات دي كلها فبجانب طبعا الكشف عن كورونا أو مسحة كورونا النادي الأهلي بيقوم بتطعيم اللعيبة لإن شاء الله كله يبقى سليم لطبعا إحنا لعيبة كنا بناخد زي التطعمات النادي الأهلي طبعا بيحصن لعبته بشكل كبير جدا من طبعا فيروس كورونا من خلال المساحات لكن كمان من خلال التطعيم على أساس طبعا إن شاء الله كل الفرقة تكون سليمة هناك في أجواء ممكن تكون غير صحية بالمرأة من النادي الأهلي بقى تعالوا الروح لأخبارنا أخبارنا مع منتخب مصر للشباب أخبارنا مع منتخبات الجميلة أخبارنا مع منتخبات الجميع ممكن تكون محاولة محاولة